اليوم راح نتعرف على موهبة شابة استطاع طبعا انه يطوع الخشب ويصنع منه افكار مبدعة وطبعا يترك بصمة خاصة فيها عم نحكي عن ضيفنا لليوم ناصر برقدار اختصاصي بصنع الاعمال الفنية الخشبية بطريقة فنية بنا نقول له صباح الخير اهلا وسهلا فيك صباح نور يا اهلا فيك يسعد صباحك صباح ان شاء الله بالفداية معك يمكن بعض اعمالك والخشب فيه عم يحكي بطريقة فنية جميلة بس قبل ما نحكي عن هدول الاعمال خلينا بالبداية نعرف المشاهدين عن ناصر برقدار ايما تبلشت هاي الموهبة وكيف كانت تمام والله بصراحة بلشت معي من 2012 تقريبا شفت كلوب فحبيت وحاولت اعمل مثله ضبط معي بس يعني كأول محاولة ما كان مثل القطاع الحالي الموجودة هلا معنا هون يعني هو كان السبب لحتى انت تبلش تدرس هذا الشيء اكتر وتدخل على هذا المجال يعني هلا اسألتك قبل الهوى شوف تدرس لانه غالبا بنلاقي مثلا كتير مواهب مرتبطة بالشيء اللي عم يدرسوه وعم بيطور نفسه انت درست شيء بعيد جدا عن بالبداية دراستك الأولية هي كانت انا متخرج معهض مصرفي متل ما خبرت حضرتك فبعد ما ساويت هاي الاطعال اللي تتكبرت كون عليها هاي اللي خلتك تدرس فراتا تماما انا حسيت انه بلاقي حالي هون اكتر بالتصميم الداخلي يعني نقلت نقلم كثير تماما يعني مختلفة تمام تمام وبلشت من 2012 متل ما قلت لك والحمد لله يعني طلع معي شغلات حلوة ما كنت متوقع انه ممكن تطلع معي صار يمكن اليك خط خاص او ديزاين خاص خلينا نحكي عن بعض الاشكال الموجودة اليوم معنا تمام بتحبين بلش من عندك الكلوب اللي على شكل الكوخ هون عنه هلا الخشب اللي بيستخدم معنا هو خشب الشوح وفي خيطان الخيطان الانيب اللي هي متواجدة فيه هلا حاليان وعندك السقف الكلوب اللي هادي هو موجود هو من السناوبار المقطعون انا وصافون يعني هيك فمثل ارميد يعني انه على اساس بحيث انه يكون كلها يعته يدوي ومن موجودات سهلة بمتناول اليد يعني تمام ايه كلهم يدوي مافي ابدا شيء آلات داخلي بصناعتهم وطبعا بدخلهم اضاءة كهرباء انا كمان بس طبعا هلا حاليا مافي نشوفه لانه صباح طيب كلهم بتجيب القطع جاهزة ولا بتشتغلها يعني مثلا هاي القطع الخشب الاساسية هلا الخواعد انا بقصهم طبعا بدهم ماكينات لا ينقصوا لكم طبعا نجاليا تماما بتجيبهم جاهزين وتبلش انت بتدخل القطع التانية اللي صغيرة تماما من التطبيق على ايدي كلاياته بس اما كل شيء قطع خشب موجودة هي قص مكنات ما يعني ما فينا هاي الشغلة ان الواحد يتحكم فيها بييده انه يقدر يقص بهذه الدقة بس باقي التطبيق كلاياته يدوي وشغل ايدي يعني قديش بتاخد معك هيك قطع شغل تقريبا الا من قطع لقطع بيختلف الوقت اللي بتاكله مثلا عندك هاد يعني مبين ان كان عن الكل انه بده سبع تيام هاد بده بتعب اكتر شيء سبع تيام ثمانت ايام بده شغل تقريبا اللي يجهز معاي بين بخ بين تطبيق بين تلزيق بين تمديد الكهرباء ولا اقلو فهيك يا كلوات باقي القطع هلا ممكن في قطع مثلا عندك مثل هاي يعني بيومين ممكن تكون خاطصة معاي بتراوحهم بين اليومين للسبع تيام ثمانت ايام لو كمان كان في امكانيك انتقدر تجيب اكتر من هيك قطع في قطع حتى بتاكل اكتر من هيك شغل يعني ممكن تاكل الخمسة عشر يوم عشرين يوم شغل بس ما قدرت جيبها معي لانه مالا متوفرة بين ايدي حالية طيب كمان خلينا نحكي اليوم التصميم بيلعب دور كتير كبير يعني كتير بنشوف قطع من زمان موجودة بالديكورات المنزلية بالخشب اتبار الخشب بيعطي دفع هيك خاصة بالبيت ولكن التصميم اللي انت عم بتدخله هي اللي عاطي هاي البصمة الطريقة الفكرة بحد ذات قد تشتغل عليها بتشوف انت بيبعلك فكرة ولا مثلا بتشوف الناس شو بده او بيت حدا معين اذا موصيك وتشتغل على اساسها هلا طبعا التوصي انا اي حدا ممكن يوصيني على شي ممكن اشتغله انه فزله الفكرة اللي بيبعلك ممكن نجيب لك صورة تشتغلها بس غير هيك هدول كله هاتهم تصميمي انا هي تجميع افكار ممكن تشوفي قطع قطع تان ثلاثة اربعة خمسة انت تطلع بفكرة ممكن فكرة تطلع معك بيوم بساعة وممكن تاخد ايام لحتى تطلع يعني على حسب كل موديل الو فكرته الخاصة فيك ويمكن الخشب اكتر شي مرغوب بتصاميم البيت لانه بيعطي جمالية خاصة نوعا ما بس قداش قدرت يمكن تعمل خط خاص فيك لانه في كثير من الناس ممكن تشتغل بهيدا المجال بس الشغل اليدوي اليوم هو اللي بيعطي ميزة خاصة للقطع وبتلاقي قليل الناس لا تشتغل بهيدا المجال تمام هلا كخشب انا يعني خارج عن انه عم بشتغل اعمال يدوية وهيك بس الخشب بحبه انا يعني من ذاتي بحبه فلزالك حاول انه يعني طلع معي افكار اكتار واشكال اكتار وكل مالة عم تطور يعني الحمد لله لقدام الناس عم تفاعل معك قداش يمكن اصلك 8 سنة يعني مع البداية الي اليوم قداش فعلا فيه تفاعل من الناس وعم تميل لهي التصاميم اليدوية هلا بصراحة قصة التفاعل يعني صعبة لحتما تتوصل انت لقسم اكبر من الناس يعني بدايتها ما رح تكون ابدا يعني هلا يوم الي بلشت انا اكيد مو متل اليوم طبعا بيختلف كتير ترتيب وساعدت حالي بطريقة انه ممكن نروج او سوئ لحالي على الانترنت باعتبار كتير صعب ان افتح محل حاليا فقدرت اني اوصل الاكبر عدد من العالم حاليا اللي على الصفحة عندي يعني بسنتين زمان هلا اخرانيات كانوا تماما يعني كان الصدى الاكبر ايو الصدى الاكبر فيهم كان طيب رح اسألك بقى شوية اسئلة تفصيلية اكتر اليوم صدت البيت وتختار قطعة بدأت زين في بيتها بتحاول تختار ماتيريال بعيش فترة اطول بيضل عم يعطي رونق حلو من عيوب الخشب وخصوصا اللي الخشب بالخيطان بلم غبرة بتتعذف فيه ست البيت انه كيف دي تنظف ماعد متل ما اول ما جبتو كذا ممكن تنظفه بطريقة غلط وخصوصا احنا عم نحكي عن عناصر اضاءة يعني فيه كهربا فيه فيش بتخاف ممكن تقرب عليه مي شو الطريقة لحتى هي تحافظ على هي الاطعاء بشكل مناسبة اللي بده اينايه بشكل يومي هو بصراحة ليعود معيك اكبر قدر ممكن من العمر شو المواد اللي بتستخدمها بالتنظيف يعني اشهد غبرة عادية تحطي لنقطين مي مو اكتر يعني بس لحتى تلم الغبرة اللي ممكن انتجه عليه هون ومع الايام فيه فيني اعمل لهم صيانة انا يعني اذا حب الشخص اللي ااخد اه ممكن يرجع لعندك الليك عزبت وانه ما عبه غبرة لقلي حل اه ممكن اني اعمله صيانة او اذا فيه شي اي عيب صار يعني مو اشكالية ابدا طيب يمكن العمال اليدوية اليوم عقد ما بتاخده يمكن شهد جهد ووقت طويل فيه كتير من الناس بتلاقيها مكلفة مادية بيظل هيدا الغلاء اللي عم نعيشه الاسعار قديش عم تتراعوها اليوم لما اقول قطعة ااخده منك جهد اكيد بده كمان مردود ما يرجع لك بس اليوم فيه ظروف مادية كتير صعبة متاخده هيدا الشي بعين الاعتبار نوعا ما هلا انا مشان راعي هاي الشغلة في عندي اطاع اللي هي بتاكل شغلة كتير وبالمقابل هي تكلفتها عالية راح تكون في عندي اطاع يعني متناول يد الجميع ممكن اي حد يحصل عليها متناول يد الجميع ممكن اي حد يحصل عليها متناول جميع الفئات فينا تماما يعني ممكن الاسعار تبلش عندي من الخمسة عشر الف وانتي طالعة ما لحد طبعا لتوصل على حسب الاطاع اللي بتجيني بس يعني كمينموم عالستين الف يعني هي اكتر قطعة ممكن تكون مباعت عندي تماما يعني احنا اليوم كنا سعيدين بوجودك ناصر بيرقدار هو مثال حي على الشباب اللي ما وقف انو والله انا تعلمت شي ما بحبه مثلا او ما لقيت حالي فيه وضليت ماشي وماني عارفان شو بدي اعمل لا فورا انتقل لشي تاني وحتى صار هلا عملي درسه وعم يعمل مشروع خاص فيه دائما بالنسبة له تماما دائما الفكر الانسان اللي بيفكر هو القادر على انو يستمر ويغير بحاله وحتى الحياة تتغير معه ننشكر وجودك هلي لياكي شكرا لكم نعطيكم العافية ننشكرك اكيد على وجودك معنا في منالك التوفيق بجميع خطواتك القادمة ونجح تحية كمان سلمة لكل الشباب السوريلي ضمن هاي الظروف الصعبة عم يحاول يلاقي له خط خاص يكون في مجال معين يشتغل فيه ضمن امكانياته ويكون ايضا معين نفسه اكيد يعني يوكا معنا اثنين من نمازج الشباب اللي فعلا بيفرحوا بيكبروا القلب مثل ما بيقول واحد حدا الشباب تطوعي يحاولي يلاقي حلول لناس بهذا الوقت من خلال تعليمه وشاب قدر يعمل موهبة وبصمة مميزة اكيد شكرا جزيلا شكرا جزيلا